إذن دخلت مشاهدين الحرب الروسية على أوكرانيا شهرها الرابع ولا تزال أوروبا تراوح في المكان هل نحضر النفط والغاز الروسي أم لا وكيف؟ أعقبات واعتراضات لكن يبدو أن جبل الجليد بدأ بالذوبة ألمانيا المستهلك الأكبر للطاقة الروسية رجحت موافقة الاتحاد الأوروبي على حضر واردات النفط الروسية خلال أيام قليلة في حين لم يحظى الموضوع بعد بالإجماع اللازم في إطار الدول السبع والعشرين وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابك قال لمحطة ألمانية إن عددا قليلا فقط من الدول خاصة المجر تحدثت عن مواجهة مشكلات في عملية حضر النفط الروسي رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان أعلن حال طوار جديدة لمواجهة تداعيات الحرب على أوكرانيا وذلك اعتبارا من منتصف هذه الليلة قائلا العالم على شفير أزمة اقتصادية يجب أن تبقى المجر خارج هذه الحرب وتحمي الأمن المالي لأسرها لكن لماذا تعترض بود أباست؟ المجر لا منفذ لها مشاهدين على البحر وتعتمد على نفط روسيا القادم عبر خط أنبيب دروغبا ولذلك طلبت إعفاء وارداتها التي تمثل جزء صغير من المشتريات تقدر بـ 0.7% أي 19.600 برميل يوميا تستورد القارة العجوز يوميا 2.1 مليون برميل النفط من النفط الروسي رقم يمكن تعويضه بمجموعة كبيرة من الخيارات منها النروج والولايات المتحدة لكن المعضلة الحقيقية تكمن بواردات الغاز سمحت أوروبا للمجر باستثناء مدته عامان رفقة سلوفاكيا وتشيك لكن مدبس اعتبرت أن هذا الإعفاء غير كاف وطلبت باستثناء لا يقل عن أربع سنوات وثمانمائة مليون يورو كتمويل أوروبي لتكييف مصافيها وزيادة قدرة خط أنبيب أدريا الذي يأتيها من كرواتيا وكان الأوروبيون أعلنوا وقف استراد الفحم الروسي اعتبارا من أغسطس المقبل واتجاه بروكسل نحو حظر النفط رغم كل العقبات أصبح في متناول اليد بحسب ما ذكر وزير الاقتصاد الألماني الاتحاد الأوروبي كان عرض ما يصل إلى ملياري يورو لدول في وسط وشرق أوروبا تفتقر إلى أمدادات غير روسية تحاول بروكسل إيجاد الحلول وزيادة الضغط على موسكو لوقف حربها بأي وسيلة كانت لكن كييف ليست راضي مشاهدين حتى الآن وهو مقاله أكثر من مرة كيف يجب أن تكون العقوبات أقسى حتى يتسنى لروسيا أو أي معتد محتمل آخر قد يرغب في مهاجمة أحد الجيران بوحشية أن يعرف على الفور العواقب أعتقد أن مثل هذه العقوبات لم يتم فرضها حتى الآن على روسيا ويجب أن تكون كذلك حظر النفط الروسي وحصار كامل للبنوك الروسية دون استثناء في كل مكان حصار كامل لتكنولوجيا المعلومات الروسية ووقف كامل للتجارة مع المعتدي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر